الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يُأخذ من هذه الآية إعلام العباد بعبادة من العبادات وهي عبادة فرض الصيام الحمد لله على نعمة الإسلام هناك عبادات قولية باللسان هناك عبادات اعتقادية بالقلب هناك عبادات بسائر الجوارح الصوم عبادة الصلاة عبادة الابتسام عبادة التوكل على الله عبادة الصدق في القول والفعل عبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولذلك فإن العبادة التي لأجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة العبد يعلن في كل ركعة من ركعات صلاته أنه لا معبود حق إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين أيها المسلم في عبادة الصيام في تلاوة القرآن في الصلة والبر في أي عبادة تذكر أنه لا بد من تحقيق القيام بشرطي العبادة لتكون صحيحة أتدري ما هما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشرط الأول الإخلاص لله أنك لا تعمل هذا العمل إلا لله الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق ذلك أن تقرأ في أحاديث رسول الله أن تقرأ قبل ذلك في كتاب الله وفي تفسير الآيات أن تسأل أهل العلم الراسخين في العلم عن كل عبادة تريد أن تقوم بها لتعبد الله عز وجل على بصيره وأبشر أيها المسلم فإن كل لحظة من لحظات عبادتك هي تقربك إلى خالقك ليرضى عنك أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا في الفردوس الأعلى في الجنة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر